اهلا اهلا اشتركوا في القناة الواحد بيسافر برة فبيحتاج إن هو بيحتاج فطول الوقت بيستخدم اللغة فبتبقى فيه ممارسة لكن عدم الممارسة طبعا بيبعدك تماما بينا وبين ولادنا بقى فرق مرعب بينا وبين أهلينا كان فرق بسيط لكن بينا وبين ولادنا ده فرق كبير جدا طويل رأيكم في الليلة دي بصت أنا أهلي يعني حرام الناس دي تابت جدا وأفهم حتى دم البقى علشان تعلمني أنا وأختي تعليم مصروف عليه ومدارس إنجليزي من أول ما دخلنا الحضان أختي كملت في الاتجاه اللي هم يحبوه أنا ابتديت أعرف إن في إنجليزي ده مثلا في تانيا سانوي كان كنت مضطر بقى وكنا ابتدينا إنجليزي وإعلوم وحساب في تانيا سانوي خالد؟ في تانيا سانوي دي كان إفاقة قطيت أكتشف إن أنا بترفض أكتر ما بحضر وإن أنا بجاد وإن أنا مش قادر أطول رقبة الحياة أهلي ماشي بملاحق طول السنين بترفض طول الوقت فاق بتترفض؟ طول الوقت؟ أول مرة تفتكرها ترفضت فيها؟ تمن سنين تمن سنين؟ تمن سنين؟ رفضوك عشان ما عملش الفوص حوالي لا اترفت اترفت لسبب صغير جدا مدرسة الفرنساوي أفشتني وأنا في حصة الإنجليزي بكتب حاجة وهي لسه بتشرح فقالتلي بتعمل إيه؟ فقلت لها أنا بحل حاجة تاريخ مثلا أي مادة بره الموضوع وقال فقالتلي طب أشوف الورق فمسكت الورق فلقتني بكتب قصة بتدور في مالها ليلي مالها ليلي؟ في مالها ليلي ثمان سنين أخياني؟ نعم ما بتسألنيش حسن ده الموضوع ده يعني أهلي وقفوا قدامه كتير اللي هو ده جاب دم إيه؟ وده إزاي وكده فأبطال القصة دي أنا والمدرسة وزميلة اللي هي فترفت على أساس أنه ما قلت لي لها ده أبطال القصة أبطال القصة اللي أنت كاتبها في المالها الليلي في المالها الليلي المدرسة وزميلة وأنت أنا بأنقذهم عشان هم بيرقوسوا في المكان ده الأشرار ما خلينهم بيرقوسوا غزمة عنهم آه أوه الله كان في وقتها فيلم كباريت بتاع ليزا مينالي ونازل وكانت إعلاناته أنا فاكرا كنا عاديم في اسكندرية أنا جيت القاهرة مع أهلي بعد الابتدائي كانت إعلاناته بخارقة الدنيا وكباريت كباريت فهذه الكلمة كويسة بقى يعني معه الحكومة كتباها يعني أنا مالي وأمي راحت للمدرسة تقول لها للنظرة قلت لها بترفديها علشان عمل قلت لها بيقول كبارية طب يعني أنت فاكرا أنه هو جابها من عندنا في البيت ما هو الإعلانات في كل حيطة وبعدين يعني ده الراجل ما عمل شهر ده راح أنقذ المدرسة من كباريت ده يعني أنقذتوه يعني دي غلطتي أنا غلطان لأنه أنقذتوه يعني كان يسيبها بك أخليها خالد أنت بالنسبة لك أنت كنت تعليم حكومي ولا تعليم أجنب لا تعليم حكومي وأكتر حاجة يعني أذهشتني هي أحلام أبوية لي أنا وأخوتي في التعليم كلنا طبعا خزلنا يعني هو الراجل طول الوقت بيقولك إيه الدكتور لما يكتب لنا كده حاجات لما يجي مسافر حتة وبتاع فيروح سيب لنا على شريط كاسد مسجل لنا الوسائل عشر وبتاع وبعدين أنت عارف أنا أمل فيك يا دكتور خالد إحنا لسه ما فيش بيزرع الحتة بقى وأنا أمل فيك يا بشمهندس وليد وأنا أمل فيك يا دكتورة كيميائية إيمان بص مركز جداً جداً والطيار عايز أقولك ولا واحد ولا واحد عملاً خالص يعني يا أخير ولا واحد زبطت مع أي واحد فيه إنما أنا فاكر كويس قوي إنه كانت أصعب حاجة بالنسبة لي معاه أنت عارف تيجي في القولة سنوي يقولك إيه حتخش أدبي ولا علمي وبعدين تيجي في تانية سنوي علوم ولا رياضة حاجة صعبة جداً فأنا بحب التاريخ وبحب الإراية فأنا لوحدي تصورت إن أنا عندي حرية وإن إحنا في بلد فيها حرية في بيت في حرية يعني فكتبت أدبي فأروح تروي البيت قلت له بابا لو سمحت نضيلي بقى التاعدي فبس ده أنت الدكتور أنا بقى أنا فلس سنوي ده أول حتة تبوص حلمه فيه أنا أدبي ياهو الدكتور راح على حتة واخد بالك أنا مش واخد بالي يعني نسيت أصلاً اللي هو وعد يقوله ده فأقولت له قال لها بقى إيه ندى على والدتي قال لها الحاية تعالي شوف ابني بتاع البنات بتاع التاريخ والبنات عايز يخش أدبي يقف في الشباك يعاكس البنات اللي راحوا اللي جاية ما هم بتوع أدبي دول يحو يا أدب فأنا عارف من الخضة قلت له طب حضرتك عايز إيه قال لي علمي قلت له علم علوم علوم دي السنة الجاية قال لي أيوة دخلت علم علوم يا باشا والحمد لله جبت 57% فكان إجباري إنك ما تبقاش دكتور لا إجباري إيه ده إجباري ده أنا روحت المعهد العالي للتعاون الزراعي بقيت حاجة تانية خالص المعهد العالي للتعاون الزراعي أه وبعدين هو حلم بقى قال كويس يا ابني يبقى هنا إنت لما تخلص تاخد ماجستير ودكتوراه وتبقى الدكتور خالي لآخر لحظة دكتور لآخر لحظة بيقاوم بعد سنتين بقى أنا بسقط في المعهد ده بتمثل ليه بقى لا ما بمثلش بروح أشتغل أنا كنت بحب قوي أثناء أشتغل ويتر يعني جرسون يعني فما بروحش خالص المعهد ده فكان يحصل إيه إن أنا أقول هروح على الامتحان فمرة بعرفت مش ممكن يعني هفشل هفشل روحت رايح قلت يا جماعة الامتحانات إيه قالوا لي الامتحانات فاضل مادتين واحنا امتحاننا تلاتة فأنت دلوقتي فاضلك مادتين قلت لا الموضوع بايز بقى فبدأ تمثل وخدت له وخدت أوراقي وروحت مقدم في أكدمية الفنون قبلت روحت له بقى وبكر اليوس في النهاية برضو لا بس هو اللي حصل إنه هو سرخ ومي زغلت يعني يعني هو قال هتبقى ممثل وهي قالت هيبقى ممثل أيها بالصبب فرق الأداء أنا أفتكر طبعا الواحد دايما بيبقى علاقته بأبوه يعني إحنا يمكن علاقتنا بأولادنا برضو إيه فيها شوية دلعة فيها شوية شاف كانت علاقتنا بأبقنا طول الوقت فيها ده بمناسبة إن خالد كان بيتكلم على والده يعني فيها شدة والواحد يترعب من أبوه أشوف بس جاي من أول الشارع أنا أو أي حد من صاحبنا بنرعب في الشارع فتلاقينا كلنا إيه عارف كله بيجري كده يعني كل واحد يشوف أبوه بيجري على طول وأفتكر طبعا أول أول أفتكر ألم مميز خدته منه تفتكر أنت كان علاقتك بوالدك كان فيها مرة دربك مرة ألم مرة حاجة أبويا العلاقة بيننا علاقة صداقة هو عمل فورم كده للعلاقة بيني إحنا إتنين بس أنا وأختي الأصغر عرف هو وأمي يعملوا علاقة صداقة خدمهم طبعا أنه كان سنوهم صغير جوزوا هما صغيرين الفرق اللي بيننا كان كان صغير كان بيني وبين أبويا صغير آه طبعا يعني خلفني واسع عنده 26 سنة وهو متفتح جدا العقلية فلا أنا ما كنتش بيحصل لي أن أنا أتكلبش منه يعني عارف إنما لو عامل غلطة كان له طريقة في معالجة الأخطاء لطيفة جدا أنه هو يزرع لك الإحساس أنت بالزنب لوحدك يعني إيه لو أمي قيت له خلد عمل كذا وبيجذب وبيقول ما عملش فهو تلقيا أنه لا 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 يجذب خلد ما بيجذبش أبدا فحسسك بالزنب فأنت ألم بينك وبنفسك تبقى مستحقر نفسك أنه أنت بتجذب والراجل ده بيدي لك كل فالمرة ورا مرة تبدأ إيه لو قلت أنك عملت كذا واعترافت يعني لكن ما فيش مرة مثلا لأ بنت لأ حاجة لأ لا في مرة وده كان ألم مهم قوي وبصراحة في حياتي لأنه أحيانا أنت لما تتجاوز الحدود يعني حيوقفك إزاي فعملت كل الحاجات الغلط في ليلة واحدة في كل حاجة غلط وأنا في ليلة واحدة ساعتين مثلا 14 سنة سرقت العربية واجتمعت أنا وأصحابي كان عندنا ماشت الكبير وقدامه حتة فاضية ما تفهمش إيه اللي حصل فجأة بقى كل مجموعة الشباب دي قلع الأمصان ومولع نار وبنرمي طوب على عربية تلقت عربية شرطة يعني مش هكذب عليك كانت جاية لمنة فالموضوع كبر جداً وبقيت فهم فجأة لس ومخرب وضد الحكومة مطارد من العدالة يعني كده فلازم يفوقني ومتذكر الصفحة ومتذكرها جداً وقال لي لس بطلت أسرق عربيان بقى بعد كده استغلت على شقق ده أول مهم طبعاً الواحد يعني يمكن أكتر حاجة لو حد ضربني بالقلم أكيد دي بتبقى حاجة فيها إهانة الوحيد اللي ما بيبقاش فيها إهانة الواحد علاقته ببوه وخاصة لو هو أكيد أو أكيد إن إحنا بنبقى عاملين حاجة غلط يعني اللي هي بتيجزاً بتقول كده هو جات لك الصفحة في وقتها في وقتها في وقتك فيعني بتقوله شكراً يعني مش بتزعل إن هو عمل كده الممارسات كمان نفسها اللي كنا بنعملها ولا داعي لذكرها دلوقتي الممارسات دي لو ما كانش عليها ألم كان ممكن مزبط تتفاقم الحكاية تتفاقم خالد فاكر إنت الألم المميز لا أنا مش حقدر أفتكر من كتر الصفعات ده أنت ده أنت سرقت عربيان كتير الصفعات في حياتي بصراحة أشرف لازم أكون أنا شخصياً ما بدربش ولادي يعني خالص خالص بس أنا كمية الصفعات مش عارف هقوله شكراً على إيه ولا إيه أنا بس بفتكر إيه أبو الله رحمه كان منعنا نلعب كرة في الشارع خالص أنتو الدكتور خالد إنه أنتو أنتو ناس مضاف متعلمين العلم ده شيء مهم بتاع وإحنا بحب نلعب كرة جدن